السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 6 من الفصل الخامس هنتكلم عن Fixed Second Law أو القانون الثاني لفكس القانون الثاني لفكس بتكلم عن بيقول أنه هو عبارة عين The Partial Differential Equation that describes the rate of which atoms are redistributed in material by diffusion والقانون زي ما قدامنا بيعبر عنه أن CS دي يعني معناها الconcentration عند السطح CX معناها الconcentration عند أي مسافة والCS تاني اللي هي السطح اللي احنا قلناها قبل جدا أما CNOT اللي هو الcomposition الأولي أما Gaussian Arrow Function اللي احنا شفناها دي الX هنا معناها في أي مسافة وإيه هنا الD اللي هي Coefficient of Diffusion والT اللي هي Time اللي احنا يعتبر ده الفارق عن الفريسة اللي هو إن ده فيه Time طيب عندي مجموعة مستلحات بتعبر لي برضو عن أو بتفسر لي عملية الإيه الدiffusion اللي بتتم عندي حاجة اسمها Inter-Diffusion Inter-Diffusion يعني يعني معناها Divusion of Different Atoms in Opposite Direction يعني عندي اتنين Divusion بيحصلوا في اتجاهين مختلفين عسنا كانت اسمه Inter-Diffusion وعندي Crane Candle Effect وده عبارة عن Physical Movement of an Interface Due to Unequal Rates of Diffusion of the Atoms within the Material يعني بيحصل الانترفيز بين material انترفيز بين زرتين بيتحرك نتيجة انه فيه عدم تساوي فيه معدلات الدiffusion على جانبيه فبالتالي بيتحرك النوع الرابع عندي أو النوع التالت عفوا عندي بروبال بلاج وده عبارة عن Formation of Voids التكون فقعات في الدهب والألمنيوم في لحام الدهب والألمنيوم Due to Unlike Rate of Diffusion of two Atoms يعني برضو بيحصل نوع من أنواع Diffusion غير متسويين فيه معدل الانتشار وبالتالي بتكون Voids هذه Voids كانت تؤدي إلى انهيار اللحام في هذه الإيه القصة اللي هو فيه الجولد والألمنيوم بالحقيقة الرسمة التوضحية اللي قدامنا بتبين Diffusion of Atoms into Service by Material Illustrating Using Fixed Secondary احنا قلنا دي الرسمة التوضحية العامة اللي هي بتبين لي ادي الConcentration الأولي اللي احنا بدأنا به وده الConcentration على السطح وCX ده الConcentration في أي موضع عندي أي X عشان أقدر إيه أعبر عنه لأن في البداية عندي الConcentration الأولي 100% بعد كده بتبدأ يحصل Interstitial عفواً Diffusion ونتيجة لكده أقدر أجيب الDiffusion في أي مكان نتيجة للمعادلة السابقة اللي هي Fixed Second Law